don't stop السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم نهاردة هنتكلم عن موضوع بسيط هل يمكن الإصابة بفيروس كورونا مرتين وإذا حدث ذلك هتعمل إيه أنا مريض كان عندي فيروس كورونا وتعالجت وشوفيت ممكن الفيروس ده يرجع لي مرة تانية للأسف الشديد في حالة موثقة في الولايات المتحدة الأمريكية وفي حالات موثقة في هونجو كونج وفي حالات تانية كتيرة لكن للأسف لم يتم توثقها نظرة للضمار المحتمل الناجم عن كوفيد 19 والقلع من الموجة الجديدة من فيروس كورونا كانت منظمة الصحر العالمية والمراكز الطبية بتأمل إن عدوى كوفيد حفزت الجهاز المناعي وعملت أجسام مضادة من شأنها حماية الناس بشكل كويس والفترة طويلة الجهاز المناعي تعرف على الفيروس وتم تجهيز الأجسام المضادة له إذا غزى هذا الفيروس الجسم مرة أخرى هيتعرف عليه الجهاز المناعي وهيضمره بالأجسام المضادة اللي هي موجودة فعلا ده كان حلم منظمة الصحر العالمية وكيفة مؤسسة الطبية لكن للأسف ظهور مرضى وصيبوا مرتين خل هذا الاحتمال يضعف مشكلة الجانب الصعب من الحكاية إن فيروسات الجهاز التنفسي كلها ومنها فيروس كورونا تميل إلى التطور بسرعة جدا عادة الجهاز المناعي بتاعك بيحميك بطريقتين أو لطريقة بيكون بتطوير الأجسام المضادة للميكروب الغازي ده الأجسام المضادة دي بتروح تقتل الفيروس وتمنعه من إصابة الخلايا في الجسم الزراع الثاني للجهاز المناعي هو استجابة الخلايا التائية اللي هي التيلومفوسايتس الخلايا دي بتقتل الخلايا الأخرى المصابة بالفيروس يبقى أن ده عتلت الفيروس وقتلت الخلايا اللي كانت مصيبة به الموضوح كده خلص طيب لماذا تحدث عدوة ثانية أنا خدت الفيروس وتعليكت وشفيت وجسمي في الأجسام المضادة لكن جالي الميكروب مرت أنية لحاجة من ثلاثة في وجهة نظري أنا اللي ملهاش أي لازمة في وجهة نظري أن دي حالة من ثلاثة أول حالة إذا كان حضرتك خدت الألاج وشفيته بإيه التمام لكن عندك مشكلة صحية مشكلة الصحية دي بتعملك ضعف في جهاز المناعي واحد عنده سكر واحد عنده أمراض كلا واحد عنده مشاكل في الكب واحد بياخد أدوية للروماطيض وغيره اللي بتضع في الجهاز المناعي ضعف الجهاز المناعي ممكن يخلي الفيروس جدك مرة واثنين وتلاتة دي أول حوال تاني حاجة التفارات التفارات اللي بتحصل في الفيروسات بتعمل مشكلة جبدة جدا لجهاز المناعي الجهاز المناعي بيتعود على فيروس تركبته عرفها خلاص سجلها عنده الكمبيوتر بتعود سجلها عنده شكلها كذا والحمد النووي بتاعها كذا ده بيجي أول ما يدخل الجسم تاني يطلع له لا ده الفيروس بيجي تاني خالص بيجي تاني خالص فيروس جديد وبالتالي الجسم هيتعامل معه فيروس جديد مش هتعامل معه بالفيروس كوفيد اللي قبله قبل كده لان الفيروس ده اختلف تماما عن الفيروس اللي كان جاي في اول مرة تالت حاجة حضرتك ازا كنت مصاب بعدوى كوفيد تساعة عشر لكن الحمد لله الحمد لله شوية ميكروت بسيطة اللي وصبت بيها وبالتالي كانت استجابة الجسم ضعيفة لهزا الميكروت ميكروت ضعيف دخل جهاز المناعي عمل شوية تقسام مطادة على قدها كده خلص على الميكروب وخلصنا لو جالوا بقى الفيروس الجديد بكميات كبيرة ممكن يصاب بيه مرة اخرى دي في اتقادي ان التالت حاجات اللي ممكن تخليك تجيلك عدوى مرة تانية بفيروس كورونا طيب انا الحمد لله شافيت اول مرة وللأسف جالي تاني مرة اعمل ايه تقول مراجز السيطرة على المرض والوقاية منها انه اذا ظهرت عليك اعراض كفت ساعتاشر مرة اخرى حضرتك لازم تعزل نفسك وتروح للدكتور وتناكش الدكتور في اعادة الاختبارات مع طبيبك يعترى للتحاليل اللي انا عملتها قبل كده هتنفع المرة دي الاجسام المضادة اللي كانت موجودة قبل كده هي اللي هتبقى موجودة المرة دي موضوع سعب جدا صراحة اتمنى ان محدش يسابه في فيروس كورونا ابدا لمرة ولا اتنين ولا تلاتة اتمنى ان الناس تحافظ على نفسها ربنا سبحانه وتعالى يحفظ الجميع اشكركم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته